وسؤالها التاني بتقول شبهة ومشكلة كبيرة انه هو الجيش والشرطة عندما نسمع لان هؤلاء يقسمون القسمان ويقسمون على انفسهم باروحهم ان يفدون هذا الوطن والتراب هذا الوطن ويضيفون عن كل ذرة التراب من هذا الوطن واقوال اخرى تقول لو انزلوا بس المواطن ينزل الشارع واحنا ننزل معاكم والكلام اللي هو الجيش يحمي الصورة والحاجات دي كلها بدون الناس نزلت هما ما عملوش حاجة ترانوا صنافيري بباعت هما ما تحركوش في شبهة ما بين قسمهم على ان هما يحفظوا على البلد ويخلوا فيها عدل وفي شبهة ما بين الواقع اللي بيحصل ان هما لا ينصفون العدالة ولا يقفون مع المظلوم مش فاهم ايه الشبهة لان شبهة شرعية ان هما بيقسموا على ده عنده هو مش عندنا اقسم على شيء وخالفه فقد قاثم شرعا وخان الامانة نعم انا دي نزل من الشبهة شرعية اي يعني ما هي مش بالنسبة حياتك هي بتتكلم عليهم هما خلاص هما دي بقاتي عندما يقسمون بقسم ويخالفون على القسم هو عارف وعارف بيخالفه ليه عشان مصلحته اي وعشان خايف يترهيب يترهيب اللي بيخالف بقى القسم ده بيبع حكمه ايه حكمه واحد مخالف القسم اي زي اللي حلف لا يجيب لمراته هدية ما جبهاش اي زي اللي حلف على حاجة وخان الامانة في فرق بين القسم في المباح والقسم في انك تصون امانة فما تصنهاش من غير قسم اصلا انت لو محرفتش وخنت الامانة حكمك ايه شرعا خائل للامانة تمام حتى من غير قسم هو البرتوكول اللي بيحصل ويجي وزير بيجاب ايه ورئيس ويقسم ملين اضحي بغرتي رمل يا حبيب اي لو في دولة ما فيهاش قسم اه خلاص تمام وانت خنت الامانة حكمك ايه بيستنين القسم خائل للامان بس تمام يعني اصد المسألة ملهاش علاقة بالقسم القسم كفرت معروفة انما في النهاية خيانة الامانة اشد من انك تخوني القسم القسم في النهاية هكفر عن انما الخيانة نفسية كفر عنها ازاي ان ترد الحقوق اليالي وان تعاقب على جزاء خيانتك نعم ازاكم الله خيرا طيب